الخطوة رقم خمسة من إنشاء متجر إلكتروني احترافي على يو كان إننا نضيف المنتجات وهنا عندي نوعين من المنتجات عندي منتج إيربوتز مثلا سماعة فالإيربوتز دي مفيش منها ألوان مفيش منها أحجام وعندي منتج تاني تي شيرت أو بانطالون مثلا في منه ألوان وفي منه أحجام هنبدأ نشتغل على نوعين دول من المنتجات وحابب أقولك إنك ممكن تشتغل بثلاث طرق أول طريقة إنك تضيف المنتج وهو الزجون بتاعك يبدأ يختار عدد القطع وخلينا نبدأ بالطريقة دي هنروح هنا على المنتجات وجميع المنتجات وممكن طبعا تشيل المنتجات الافتراضية دي كلها تحزفها تختارها كلها كده وتحزفها وممكن أضف منتج من هنا أضيف منتج جديد أو أختار منتج جديد من هنا أضيف منتج جديد أنا مثلا مجهز دلوقتي العنوان والوصف بتوع المنتج بتاعي والصور وكل حاجة هبوح من هنا كده وابدأ اخد العرض بتاعي ده انا مجهز هنا منتج اهو هاخد العنوان وحطه هنا وهنا باخد الرابط بتاعي لو انا بس انا بشتغل او ببيع ساعة كده واسمها اه اف ستاشر فهكتب شرطة كده اف ستاشر ده لو انا مسلا ببيع ساعة لو بتبيع مسلا بانطلون جينز هتكتب جينز الرابط ده بيبقى كويس جدا وبيسعبك في السيو فانا هنا مسلا هكتب رامضان رامضان مثلا انا ببيع عرض كده مقصص لرمضان طيب هاجي بعد كده اضيف وصف المنتج بتاعي اهو انا مجهزه تبقى مجهز كل حاجة كده في ملاف نصي عشان الدنيا تبقى سهلة معاك وهاجي من هنا واختار حرف البي بحيث ان انا كبر دي واخليها في المنتصف كده تبقى هي دي يبقى ده هو ده النص الجذاب بتاعي طيب هاجي بعد كده واختار السعر هنا باختار السعر بتاعي مثلا انا حابب ابيع بمتين جنيه والسعر الاساسي للعرض ده بمتين وخمسين مثلا فبعمل له كده كي اه زي نظام قسم هاجي بعد كده ابدأ اضيف الصور خلي دايما الصور بتاعتك مربع قصها دايما تبقى في شكل مربع هو هنا بينصحك 800 في 800 هضغط على رفع الصور وابدأ اختار الصور بتاعتي دايما بيبقى فيه صورة رئيسية اللي هي بيبقى فيها العرض كده او الصورة الاساسية بتاعتك فحتبدأ تجيب الصورة دي بالشكل ده من اليمين للشمال كده لحد ما الصورة الاساسية تيجي في الصورة الكبيرة او المكان الكبير ده هو ده المكان الاساسي وهي بالصورة الرئيسية بتاعتي طيب انزل بعد كده على المتغيرات او المنتج انا مش هضيف فيه اي متغيرات. مسلا وهعرفك اه المنتج بيبقى شكله ازاي هنروح على المتجر عادي. يبقى المنتجزي اي منتج موجود افتراضي في المتجر زي ما اتفقت معك ممكن تحذفهم هو المنتج ده منتج عادي خالص ليه سعر وليه آآ زر شراء الان وخلاص هو بيشتري المنتج طيب تاني نوع من المنتجات ان انا ابدو اضيف في عروض لو انا عايز اضيف عروض في المنتج مسلا القطعة الواحدة مسلا من العرض ده بمتين جنيه طيب ايه رأيك ادي لك قطعتين و ادي لك قصم مسلا خمستاشر في المية او عشرين في المية طيب ايه رأيك ادي لك تلت قطع و ادي لك قصم تلاتين في المية النقطة دي بتفيدك شوية طيب هنروح من هنا عشان نشتغل عليها من المتغيرات وابدأ اضيف خيار واجي من هنا اختار واكتب عدد القطع وابدأ اختر من هنا ازرار الراديو بحيث انها تبقى ازرار تحت بعض واجي من هنا قطعة واحدة قطعة واحدة واجي اقول له قطعتين و ادي وله خصم مسلا خلينا نقول خمستاشر في المية و ادي وهدم هنا تلت قطع و ادي لهم خصم مثلا خلينا نقول تلاتين في المية. وادي له انتر. يبقى انا عندي كده التلت عروض بتاعتي اه لكل عرض من دول صورة. لو انا مثلا عندي كده اه صور مجهزة فيها قطعة واحدة او فيها قطعتين او فيها تلت قطع بابدأ اضيف لكل عرض من دول الصورة بتاعته. وممكن هنا اجي بقى ابدأ اشتغل على السعر. فانا هلغي الخصم مثلا اخليه متين جنيه ومتين جنيه كاني مش عامل خصم وابدأ اعمل خصم على القطعة. طيب انزل من هنا وابدأ اختار الخصم هنا متين والسعر متين عادي. طيب القطعتين قلنا القطعة الواحدة بربعمية. وانا عامل خصم خمستاشر في المية. طب القطعة الواحدة بميتين قصدي. طب القطعتين يبقى ربعمية. طيب اعمل ازاي الخصم? اروح على الالة الحزمة بتاعتي. وبعد كده اكتب ربعمية في خمستاشر هيديني ستين. يبقى ربعمية ناقص ستين هيطلع لي تلتمية واربعين. يبقى القطعتين بعد خمستاشر بعد خصم خمستاشر في هيبقوا تلتمية واربعين. التلت قطعة اتفقنا ان هما بسلتمية لان ان قطعة الواحدة بآمتين. يبقى سلتمية في خصم كام يقولنا تلتين يبقى تلتين. نقطة تلتين هي ديني مية وتمانين يعني سلتمية ناقص مية وتمانين هي ديني ربعمية وعشرين. يبقىileen تلت قطعة بعد الخصم ربعمية وعشرين. زي ما اتفقنا بنبدأ نضيف كل المعلومات بتاعتهم. طبعا من هنا المتغير الافتراضي يعني ده الافتراضي بتاعك الاساس بتاعك بيبقى هي قطعة واحدة طيب هنيجي بعد كده على المنتجات ذات الصلة لو عايز افعل الاختيار ده هيبقى منتجات ليها علاقة بالمنتج ده يعني مثلا لو انا ببيع لابتوب عندي منتجات اضافية زي مثلا هيدفون او ماوس او كيبورد اضافي للابتوب بتاعي او حاجة بتنظف شاشة اللابتوب دي بتعلي معي المبيعات بتخليه ضيف منتج تاني معي المنتجات ذات الصلة بتظهر تحت المنتج الاساسي هنفعلها مسلا في المنتج ده وابدأ اضيف المنتج الاول المنتج التالت ابدأ اضيف شوية منتجات زي ما حضرتك شايف كده اضافه تحت هنا يبقى المنتجات دي ليها علاقة بالمنتج بتاعي اه لو انا ببيعتي الشرطات يبقى هي برضو بناطيل مسلا وهكذا طيب هنروح على الخيارات المتقدمة ونروح على اعدادات المنتج اول حاجة العنوان عايز افعل العنوان الصور السعر كل دي حاجات بنضيفها في المنتج المتغيرات النقص هنا ايه المقصود بيه المقصود بيه هو ده سارع فقط تمن خطع متبقية في المخزون ممكن نفعل الاختيار ده الزوار هو ده المقصود بيه وشاهده ستة اه في المتصفح الان وكمان العد التنازلي هو المقصود بيه العد اللي شغال ده المعلومات دي او الحاجات دي بتخلي الزبون ممكن يشتري اسرع من كده ممكن تفعلها وممكن تشيلها براحتك بعد كده الوصف بتاع المنتج بتسيبه عادي نموذج الخروج السريع المقصود بي ان المنتج اه او الزبون يشتري من نفس الصفحة ودي حلوة جدا قطوة كده بتسرع الدنيا ميروحش لصفحات تانية ويشتري منها لا يشتري من نفس الصفحة خلينا نفعلها في المنتج ده طيب بعد كده اضف الى السلة او الزر بتاعي اللي هنا ده اللي هو شراء الان يبقى ايه شراء الان ولا مسلا ممكن اخليه اطلب الان مسلا او تأكيد الطلب او اشتري الان او شراء الان ايان كلون اتخط مثلا انا حابه مثلا باللون الابيض والخلفية مثلا باللون ده يبقى لون كده واضح ويبقى ماشي طبعا مع المتجر بتاعك تفعيل المراجعات هنا حابب الزبون بتاعت يضيف مراجع ولا لا انا مثلا حابب تخطي عربة التسوق بحيث ان هو لما يدوس شراء يروح على طول على صفحة تأكيد الطلب ما يضيفش المنتج لعربة التسوق لكن انا اصلا مفعله الاختيار اللي هو يشتري من نفس الصفحة فهتخطى عربة التسوق عادي يبقى كده كل المعلومات بتاعتي هنا طبعا اه في بعد كده ان الزر ده يبقى ثابت كده تحت في الموبايل او يبقى ثابت في الكمبيوتر ممكن نيجي من هنا على تثبيت على الهاتف المحمول وتثبيت على الحسوب يبقى كده كل حاجة تمام ممكن اعمل اقتطاع للوصف بحيث ان الوصف ما يبقاش مالي الصفحة يبقى في عرض المزيد كده ممكن دي لو الوصف بتاعك كبير فعلها ويه بس دي كل المعلومات اللي انا محتاجة اشتغل عليها العنوان هنا اشتغل عليه في اه ابدأ زبط المعلومات هنا عشان يزبط معاك وهنضغط على وهنا بيقول لي ان في مشكلة ان انا عامل مقارنة سعر اصلا ومفروض ما ضيبش مقارنة سعر في اللي هو متين ومتين ما ينفعش لازم يبقى في مقارنة متين وعشرة متين وعشرين فانا هشيل المقارنة من الاختيار الاول لكن هسيبها في الاختيارات التانية اضغط على حفز اقفز معايا المنتج بتاعي زي ما حضرتك شايف هضغط على عرض في المتجر زي ما حضرتك شايف العنوان والسعر بتاعي وقادي عدد القطع اهو كل ما ببدأ اختار فبيبدأ يزود معايا السعر بيفيدني اكتر في مبيعات اكتر بدل ما حد يشتري قطع واحدة يشتري اكتر من قطع دي المعلومات اللي احنا شفناها وقادي زي ما حضرتك شايف الوصف بتاعي وفي اقرأ المزيد اهو يبدأ يضيف له الوصف وقادي زي ما حضرتك شايف كده اه الشراء من نفس الصفحة وفيه هنا هنا وفيه هنا التقييمات خلينا نشوف كده ونشوف الشكل على الهاتف زي ما حضرتك شايف الصورة الاساسية وفيه صور تانية للمنتج بتاعي العروض بتاعتي والوصف بتاعي والشراء من نفس الصفحة ولو تلاحظ تحت ففيه او زر رسابت كده في الصفحة من تحت بيشجع انه يشتري وفيه المنتجات المشابهة او المنتجات اللي ليها صلة زي ما اتفقنا اهي تحت بتزود معايا المبيعات مفيش اي مشاكل فقط تاني نوع من المنتجات او تالت نوع بقى المرادة هو المنتج لو مسلا تي شرت ففيه احجام مديم لارد واكس لارد وفيه كمان ايه الوان طيب ازاي يبدأ اشتغل على الحاجة بيه نفس الشغل ده بس الشغل كله هيبقى في المتغيرات طيب هروح منتج جديد وابدأ اضيف المعلومات بتاعته سريعا كده ضفت هنا المنتج بتاعي هو بانطلون جينز فجينز وجينز هنا بالانجلش وكتبت الوصف بتاعي وهنا اجي للسعر بتاعي انا مسلا لو هبيع البانطلون فهبيعه مسلا خلينا نقول اه سعره بمتين جنيه ولو هبيع بانطلونين فهبدأ اعمل تخفيل طيب اروح من هنا ارفع الصور بتاعتي زي ما حضرتك شايف دي الصورة الرئيسية بتاعتي اللي هي فيها البانطلونين كده وفيه هنا صور البانطلون بتاعي فهروح من هنا المتغيرات هي الشغل كله هيبقى هنا فاول متغير معايا هو الالوان اروح هنا الازرار القائمة على اللون وابدأ اختار هنا اختار اختار اللون واجي من هنا ابدأ اكتب هنا مسلا انا عندي هنا لونين فهو الكحلي والازرق فهاختار ازرق واجي هنا كحلي طبعا لو عندك الوان اكتر من كده فبتبدأ تضيفها وهاجي هنا في النقطة البيضة دي ابدأ اختار اللون بتاعي الازرق مسلا هو ده اللون الازرق او هو افتح من كده شوية اضغط على حفظ والكحلي مسلا هبدأ اختار اللون الكحلي من هنا طبعا بتبدأ تختار اللون بتاعك يبقى ماشي مع اللون اللي في الصورة زي ما اتفقنا احنا ممكن نعدل على السعر عادي مفيش اي مشاكل. وممكن كمان ابدأ اختار متغير كمان اللي هو ايه? الحجم. لو انا مسلا عندي هنا المقاس او الحجم. المقاس مسلا. وابدأ اختار من هنا الازرار الراديو عادي. وابدأ اختار مسلا انا عندي هنا الحجم مسلا ماشي بطريقة الايه? اتنين وتلاتين اربعة وتلاتين ستة وتلاتين تمانية وتلاتين. فابدأ اختار من هنا مسلا تلت احجام مسلا اتنين وتلاتين اربعة وتلاتين ستة وتلاتين وتمانية وتلاتين دي الاحجام الموجودة معي في العرض التاعي ده طيب ممكن طبعا تعمل لكل لون منهم صورة معينة اول ما يضغط عليه يضيف اللون او يظهر له اللون خصوصا في الالوان طبعا الازرق مسلا تضيف صورة البنطلون لا زرق بس واللون الكحلي تضيف صورة البنطلون الكحلي بس وبعد كده طبعا ممكن تضيف كل الخيارات اللي اشتغلنا عليها قبل كده لكن انا هعدي الخطوة دي واضغط على حفز عشان اشوف الالوان بتاعتي او او المتغيرات اضغط على عرض في المتجر دلوقتي زي ما اتفعنا هو ده الرابط بتاع المنتج بتاعي فوق زي ما حضرتك شايف كده في هنا لون اهو مختلف وفي مقاسات يقدر يشتغل عليها او يختارها ويبدأ يضيف طبعا للسلة من هنا او شراء الان وبس كده ده كان شرحنا النهاردة عن اضافة المنتجات ابدأ اشتغل وابدأ اعمل او تخصيص للمنتجات بتاعتك في المتجر ومع السلام